قمت من بين اللحودي أنت يا رادهور واهبا دار الخلودي لرقود في القبود وقموا عن ناس عادات شهدان بالقيام والسماء والأرض نادت قام حقا قام قام والسماء والأرض نادت قام حقا قام والجنود العلوية لقطر رب الصمار بالأغاني الصار مضي يا فوقفي بالأغاني الصار مضي يا فوقفي دار الأجار طيب آخر سؤال أسأله بعدين هقول تأمل ونصل كل واحد يقول لي أكتر رسالة علقت في دماغه في المؤتمر أكتر مسج أو فكرة فرقت معي ممكن طبقها طلعت من ترسيلة من قدهست ممكن طلعت من فيديو ممكن طلعت من محاضرة الحاجة اللي حاسس إنها علقت معك عشان نستفيد من بعض تفضلي ده فيك فيديوهات كتير لا أنا عاوز special message special meaning حاجة فرقت فكرة آية أهمية العقيدة إن الواحد عاوز يذاكر تاني العقيدة الأرثوذكسية براف هي أخذت فكرة إن من zero to ten ده أهم وقت نحط في العيال فكر مسيحي قوي عشان يحميهم بقية العمر قولي يا جورشان بانك يا حبيب المعنى اللي طلع به إنه أول ما هتخدم مشاكلها تتحل أو حياتي هتتصلح إيه تاني المسيج اللي فرقت معاك في المؤتمر جوا هات التشجيع مهم جدا لكل اللي حواليه وده هي يغير الحياة كلها قولي تفضلي أسلم آه يعني نصلي كتير عشان ونركز مع أولادنا عشان ما يطلعش جيل ما يعرفش رب هنه مهم برافو عليك دايماً محتاجة زود ميل تاني لأن الميل الأولاني مش كفاية مايك نحن نحسن من زمن القضاء يعني وده مش ستاندرد أساساً لكن ماشي يعني فيه أمل يعني أوكي مهم برافو إن الواحد يحط السماء قدام عينيه وآخر يوم في العمر قدام عينيه طول الوقت مهم برافو عليك إن في الأداس أسيب مشاعري تدعي لكل الناس لأن ده الروح القدس بيفرح بكده أسحاك أعرف شخصيتك واشتغل على نفسك اللعيب ممكن يتصلح أنا كمسيح لي رسالة ولازم عايش نحن نحاك بينك نحن رسالة أن نحن 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 كذكر من غير وعز خليك بطيء الغضب كويس تكو ده يعني ريكولين كل الليكترس هم فكرة ملح الأرض كل ما تيجوا تحطه ملح في تكرو الله إنه لازم نعم اشتغل على الناس يعني على فكرة أنا مبسوط جداً بإخراج الصور كمان اللي حصل الصورة نفسها إكسبرسيف جداً يعني تفضلي ما نخافش ما فيش حاجة تخوف إحنا ربنا بيحبان مش كفاية نسمع وعظات لازم ناخد قرارات نو إكسكيوز إنك ما تخدمش في مجالات للخدمة كتيرة قوي والناس التعبانة ما فيش أكتر منهم سألوهم رابع عليك إننا نفرح بربنا وبكلام ربنا يطلعني فوق كل المشاكل تفضل قول يا بابا عرفنا معنى إن إحنا ربنا مستني مننا دور نملح الدنيا جهد برافو عليك ربنا بيحباني وبيقبلني مهما كنت وحش بالرغم من أي حاجة هم بيتغيرش هو بيحباني برضو برافو العطاء بحب لكل الناس من غير ومن غير تمييز تفضل ساطر يا بنتي ساطر برافو درس الكتاب بتاع النهاردة مفاتيح السعادة في أدينا من الواحد تو اكسرسايز هابنج دا جوين هزهات يعني نقدر نشتغل عليها وما نتضيقش تفضلي المحبة مساعدة الناس اهمية التناول إن دا اللي بيدينا الحياة الأبدية وبيطلعنا برا الدنيا خالص حاجة تانية علقت معاكو ها نقدر نساعد الناس لما نفهم شخصيتهم نعذرهم ونساعدهم تفضلي الشكر الكتير الشكر الكتير تدريب رائع المسبح العائلي يحمي عيالنا طول العمر ليه دي إن الواحد يتكيف مع كل الظرور ويقدر يبقى راضي وشاكر مع كل حاجة that's a challenge وممكن نشتغل عليه إزاي تقبل الناس بعيوبها وتساعدهم يبقوا بتر تفاكرين البتاع اللي بيشوك دا ونجدع اللي ساعده طبعا I recommend لو أمجد هنا ويقدر يعمل كده أو سامي أو كده الفيديوهات الصغيرة لو عرفنا نبعثها على الواتساب بتاعت الناس هتفرق معا اللي هي الفيديو كله دقائتين أصلا ممكن تبقى لوحده رسالة لطيفة ويستخدموها لولادهم كمان اه 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 تمام بالانجيل ونديله وقت كنت تقولي حاجة ها يا ريتني ما خفت thank you انك فكرتين بالمعنى دا يا ريتني ما خفت ومش عاوزة خاف تاني عاوزة مشي صح مهما كانت الكمليكيشنز نهلا لا تتلفت ايا فرقت معاها don't look around معاك ربنا مش محتاج غيره تفضل اجاهد ان انا ما سيبش الجيل اللي طالع ما يعرفش ربنا دي مسؤوليتنا عن اللي بعدنا تفضل practicality in our life يعني دي جميلة الحتة دينا جمعت كل الافكار جاهد كل يوم عندك فرصة تشهد للمسيح بس عندك فرصة دي بتاعت الام هادي قلناها في دقيقتين الام الشطرة تشجيع تسبيح ترتيب دي درس خصوصية للام هادي لما تكون غضبان اسكت خالص او ما تستعجلش الكلام لانه هيكلف كتير so happy ان انتو فاكرين messages كتير كويس مراجعة دي مفيدة يا طبعا جسد يسوع القائم ده بيدينا فرحة الايامة وبيثبت فينا الحياة الابدية ومش عاوزين اكتر من كان هاختم بسؤال بديهي بماذا نكرز احنا عاوزين نوصل الناس لايه simply يعني انا عارف الاجابة منكم لكن العالم الاول بيقدم ايه البضاعة بتاعت الدنيا ايه العالم بيعرض حاجة اسمها pleasures بيوريلك عربية مش عارف ايه عشان to feel like happy so that's not real فستان جميل قوي مجوهرات وبعدين حاجات وحش ده اللي بيعرضه العالم عشان ويربطه بالسعادة there is no relationship between pleasures and real joy do not believe in this يعني المتعة الارضية او اللذات مش هي اللي بتجيب السعادة العالم بيقدم حاجة اسمها انجزات بيشجعنا كلنا نعمل achievements ومع الachievement you feel like proud of yourself still ده اللي بيقدمه العالم العالم بيقدم فلوس بيقدم جمال بيقدم سلطة بيقدم نجاح بيقدم بقى علاقات وشهوات دي البضاعة اللي الدنيا بتقدمها حوالين احنا ككنيسة كشعب مسيحي اعضاء في جسد مسيحي بنقدم ايه للعالم ما فيه تنافس العالم بيقدم وحنا بنقدم القديس يحن لخص ده قال كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيش دي البضاعة بتاعت العالم ليس من الآب دي مش حاجة ربنا البضاعة دي مخشوشة كلها والعالم يمضي وشهوته كل ده هيروح اما الذي يصنع مشيط الله فياسبه تيلى الابد تعرفين النص ده كنيسة بتحبه قوي بقيت تقوله كل قدهس بعد الكاسوليكون يحن يعقوب بطرس ايا كان اللي هنقرأ لازم نقول الآيتين دول في الآخر عشان دي ثيم كده دي قاعدة مهمة مش عاوزين ننساها ابدا العالم بيبيع بضاعة مخشوشة الناس كلها بتشتري ربنا نسكته مظبوطة والبضاعة بتاعته هي السليمة هل الواحد مناسب انه يفضل يكسر في كلام الدنيا ماينفعش تقول للناس بطلوا تاكلوا بطلوا تعملوا فلوس بطلوا زنا بطلوا unless انك لقيت البديل المقنع وهو ده شغلنا مش هتقدر تقول للناس بعيدوا عن الغلط إلا لما تحط حاجة أحلى قدسين اللي اختبروا البيوريتي اختبروا يعني ايه حياة النقاوة أو القداسة يقولك دي طعمها أحلى كتير قوي دي بجد حياة سعيدة لأنك تبقى عايش بيبي هارت وعناك بسيطة تحب كل الناس من غير أفكار وحشة that's really different الناس بكلها بتعيش النهاردة بلزة ايه رأيك تركز انه بكرة تعيش للأبد يبقى انت بتعرض عرض آخر العالم بيقول لما معك فلوس تحس انك secured and you will never feel secured لكن الكنيسة بتقولك أبوك ربنا you are really secured حتى لو معكش فلوس يبخلي بالكم العالم بيبيع واحنا كمان بنقدم والبضاع بتاعتنا مظبوطة أقوى لكن ماينفعش تقوله ده وحش ده وحش طيب ماهو ما عندوش حاجة لازم تديله حاجة أحلى عشان يمشي أرك الدنيا بتدي كرامة titles بقى professors مش عارف business man مش عارف mister انما فيه كرامة تانية اسمها انك راح السمن العالم بيشبع قوي جسدك ونفسك انما الحقيقة ربنا بيعرض يشبع روحك وبعدين نفسك وبعدين جسدك لأنك انت مش مجرد جسد بيأكل like animals لأ انت مخلوق على صورة الله مش هتشبع غير بحاجات روحية يبقى أول موضوع في الكرازة احنا بنكرز ان فيه ربنا احنا مش لوحدنا في العالم بالذات في البلد دي يعني انتو من أعلى بلاد العالم نشكر الله في الاسيزم الريكورز بتقول كده بجد استراليا ريكورد في اللي مش بيؤمنوا بوجود ربنا احنا بنقول فيه ربنا وده خبر حلو لأنه الشيطان أقنع الناس ان وجود ربنا يعطى للسعادة الحقيقة هو مفيش سعادة من غير ربنا مفيش أمان من غير ربنا فاحنا عندنا خبر حلو ربنا موجود سيمبلي مرة واحد بيحكي لي كان في الشغل وكل الناس مضطربة لأن احتمال يترفده هو بيدخل يضحك ويهرق كلهم فقالوا له اخي انتا ما بتحسش قال لهم انا بحس بس سوري يعني انا ابويا ما بيسيبنيش كده كده قالوا له ليه ابوك مليونير فضحك هو قال لهم ابويا راجل غلبان بس ابويا اللي فوق ربنا بالنسبة لي اب بيكلم الناس مش مساحي ربنا بالنسبة لي اب وخيره كتير فانا مش قال لانا دي كرازة بسيطة ان فيه ربنا مجرد ان ربنا موجود ده موضوع في الكرازة لان الناس اللي عايشة من غير ربنا عايشة من غير ظهر فين تعبير ظهر عايشة من غير سقف عايشة عريانة لكن اللي عنده ربنا مصدور فاحنا بنكرز بإله حقيقي موجود كمان بنكرز ان من حق الخلق ده كله يقول 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 الصح والغلط مش انت ولا لنا من حق اللي خلقنا يقول لنا النظام يمشي ازاي اير الرايت و اير رونج بنكرز انه ان كنا مخلوقين يبقى لازم اعرف انا اتخلقت ليه اي حاجة بتتعمل بتتعمل عشان غرض وعلى فكرة دي one of the weak points of atheism انه لو انت صدقت انه مفيش ربنا يبقى انت كانسان ملكش purpose in life بدال طلعت عشوائي بدال الدنيا عملتك صدفة يبقى انت ملكش هدف انت اتخلقت ما تخلقتش انت اتعملت صدفة يبقى انت ملكش اي معنى وملكش اي هدف والحقيقة الموضوع ده يخلي الانسان يتضمر تماما ينتحر احسن لكن ببساطة لا انت هنا مخلوق وبالتالي لك هدف هدفك طبعا تبقى زي ربنا وتعمل شورا تاني حاجة كرازة بصفات الله انا بحفظ كو بقى وانت وثري هو انا عاوز اوصل للناس ايه واحد ربنا موجود اتنين ربنا حلو احنا مش بنكرز بإله متعب زي ما الناس فكرة ولا إله قاسي ولا إله أناني ولا إله سادي ولا لا لا خالص احنا ربنا بتاعنا منظم جدا ربنا بتاعنا الكون كله في ايده اسمه ضابط الكل ربنا بتاعنا بيقدر على كل حاجة وسهل الوصول ليه وانت قاعد بتكلمه ما يقول ش لا ربنا بتاعنا ما بيغلط إذا انت عندك موضوع جميل بتتكلم عنه عندك إله يشرف لمؤغزة يعني في التعبير بس بتتكلم عن إله معيوب إله حقيقي ما فيه مش غلطة وكله ليك يعني إيه لو في معاك واحد كده طب انت نقصك ايه بقى ربنا بيحبك دي أجمل رسالة في الكرازة ان ربنا موجود وبيحبك على المستوى الشخصي انت اي واحد في الشارع مش انت بس حتى اللي بيقولوا مفيش ربنا هم محبوبين برضو ربنا كمان خلقني شابه لأنه ملاقاش أحلى منه عشان يعني يعمل المنظر عليه فإذا فكرة الخلق على صورة الله دي لوحدها خبر رائع جدا في الكرازة تالت نقطة يبقى احنا بنكذ بنقطتين ربنا موجود وربنا حلو لما نيجي نكلم عن ربنا ساعتنا نقول ايه هو في اي حاجة منظمة في الدنيا ملاهاش حد ابتدها المكان ده تتصوره ان شوية طراب وويند كده ومطر عمله تشغل المكانين مجرد انه مكان حلو ومنظم يبقى لازم في حد عمله طب الكون ده والبني آدم ده اتعامل من غير حد ما يعملو مش ممكن يبقى ممكن تكلم مع الناس بالمنطق البسيط هو في ارض ملاهاش صاحب هو في مشروع اتعامل من غير هدف هو في نظام من غير منظم الاسئلة البديهية دي بتحط الانسان قدام تساؤل لازم يكون في ربنا ولو قلت ما فيش ربنا تبقى بتلغي عقلك مش بتلغي الدين انت بتلغي عقلك لما تقول كده طيب في زؤال يقول لك هل اخترع الانسان ربنا الحياة كلام ده كلام مش مظبوط خالص لانه كان ممكن الانسان يحل مشاكله بنفسه لو هو مش محتاج ربنا او يمنع الموته هو الانسان اللي عارف يحل مشاكله ولا يمنع الموته كمان تلاحظوا ان في ميل طبيعي لكل انسان داخلي ان يدور على حد كبير بالذات في لحظة الضعف يرمي عليه يتكل عليه وكل البشر بيجي لهم لحظات ضعف مهما كان قوي مهما كان وثق من نفس بتجي له لحظات بيبعاوز حد يشيله هو ده موجود اللي يشيلك اللي يسامحك اللي يصطر عليك مرة واحد ملحد قال هما لماذا يبدو المؤمنين اكثر سلاما يعني هو نفسه اعترف وقال حتى لو احنا وغلبنا الناس في الكلام هما مستمتعين بحاتهم اكتر من كده وركورد في الصيكايتري او في الصيكولوجيكال ريكورد يعني انه المؤمنين في العالم نسبة الدبريشن والانكزايت فيهم اقل كتير من اللي قالوا ما فيش ربان دي احصائيات جديدة واضحة زي الشمس ساي كلنا عندنا لسه قلق كآبة لكن مش زي اللي لغوا ربنا نسبة الانتحار عندهم اعلى لانه من غير ربنا ومن غير هدف طب انت عايش ليه لكن نهار دا احنا في حد بيحبنا وفي هدف لينا يبقى we will fight هل الانسان يقدر يلاقي تفسير ولا تفسير مقنع الانسان اخترع آلهة لكن لما اخترع طلع آلهة اقل منه اخترع حيوانات عملهم آلهة اخترع تماثيل عملها آلهة طب ما هو كده بيلغي عقله لانه لازم اللي خلقني يبقى اقوى مني يبقى اكبر مني فبديه ما ينفعش يبقى انا اللي خلقت ربنا طب حكاية العلم اللي بقى يمضيع الجيل ده كله تقليه العلم السينطولوجي ده هو مصيبة هذا الزمن ان الناس ترجع للعلم كأنه هو ده اللي بيفهم سيبك من بتوع ربنا دول بيتحكوا علينا الحقيقة العلم نفسه كل يوم بيأكد اللي قاله الانجيل العلم يثبت النهار ده ان الكل هو بداية وطالما له بداية يبقى في حد عمل ده كلام علمي على فكرة العلم اثبت ان الحياة ماينفعش تطلع من غير حياة كلام بتاع الخيبان بتاع شوية كيميا تعمل خلية حية كل العلماء النهار ده قالوا نونسنس مفيش حاجة اسمها كده مفيش حياة إلا تطلع من حياة كما تقوليش حاجة جامدة يطلع من حياة العلماء كلهم اكدوا ده العلم اثبت انه كون منظم بعبقرية لا يمكن تبقى نتيجة صدفة كل ماذا اليونيفرس بيلقوه معقد جدا بدرجة مذهلة طيب ده كلام ده يؤكد انه في دماغ وراه فظيعة عشان تطلعوا بالشكل ده العلم الغير دلوقتي بقالش ان التطور حقيقة اعتبروا نظرية ومقبول في حدود ديئة انه ممكن داخل نفس الاسبيش يحصل تطور اذا حتى العلم اللي الناس بتمشي وراه على فكرة بيخدوه من الوش بس فبيقول لك مفيش ربهم لكن اي واحد يقرأ او يدرس يلاقي نفسه بيدحك على روحه لما بيقول كده لان العلم نفسه بيقول غير كده انا عاوز انادي تاني واقول بداية الكرازة احبائي في البلاد دي في ربنا وربنا حيل بعد كده يدخل بقية الكلام مين ربنا بقى اكلمك عن ربنا بتاعنا ربنا المجهول جه عشان بيبقاش مجهول اسمه يسوع ده ربنا بتاعنا وبيحبنا فمات عشان وقام من الموت وقالينا بروف على كده لانه ربنا وعدنا ومخلافش وعده كل اللي وعد بي قام بي مرة واحد يعني متشكك بيقول لي اسدق ربنا ليه قلت له لو واحد قالك انه جاي وجاي قالك انه هيعمل كده وعمل كده وفضل ملتزم معك عشر مرات تيجي في المرة الحداشر تصدق ولا ما تصدق وش قال لي لازم هصدق وقالت له خلص كل اللي قاله ربنا عمله على المستوى التاريخي وعلى المستوى الشخصي هاتلي حاجة ما عملهاش ربنا كان قيله لك أو ما عملهاش ربنا وكان قيلها في التاريخ ربنا قال انا جاي جاي قال هموت مات قال هقوم قام قال هطلع السمة طلع السمة قال هديك وروح القدس قال هديك الرقص فاضر حاجة قال جاي تاني يبقى هيجي ولا لأ لأنه عمل كل اللي قاله يبقى المحطة الأخيرة مستغربها ليه فاضر المحطة أنه جاي تاني يبقى جاي تاني إيمان أحبائي سهل مش صعب وإحنا عندنا نعمة كبيرة قوي أن إحنا في النور ما يصحش نسيب الناس في الظلمة أنتم نور العالم بماذا نكرز نكرز بإله حل يتحب ولو أنت دايقه عايشه وبتحبه سهل تتكلم عنه لأن الكرازة كان زمان مع ناس بسيطة جدا بس كل واحد فيهم عايش دايق عشان كده أول صفحة في إنجيل يوحن كان فيها كرازة اسمها تعال وانظر تعال وانظر يعني أنا شفت أنا دقت فأنا بقولك تعال دق مش لازم أقنعك مش لازم أرد على كل أسئلتك مش هعرف لكن تعال وانظر السامري عملت رحت للبلد لو سألوها أي سؤال مش هتجاوب إنما قالت لهم ما تيجوا تشوفوه يبقى احنا بنعزم العالم على إله حقيقي يتشاف ويتلمس ويتحب ويفرح الناس كلها أنتم ملح الأرض عايز أختم بشوية تدريب أوكي بقى إجمالي كده من المؤتمر نقول شوية تكسر واحد صلي الناس اللي بتشتغل معه صلي للناس اللي بتشتغل معه لأنه عادة الناس دول إحنا يا مش بنحبهم يا مش بنعرف نتعامل معهم يا بنركنهم على جنب لا الناس دول ربنا حطهم في حياتك عشان تصلي لهم ولو صليت لهم ممكن في مرة يتفتح باب للكلام يبقى أنا كل اللي طالبوا منك صلي لدائرة الشغل بتاعتك ودائرة الجران إن أمك تاني تدريب أقول ما تتكسفش تجيب سيرة ربنا من غير وعظ مرة ست بتقول لي جارتي مش مساحية وابنها كان بيتخنق كده طفل صغير يعني خبطت علي الحقيني فأنا شلت الطفل وقعت أقول باسم الصليب باسم الصليب وربنا عدا قالت لي أنا كنت مكسوفة منها فقلت لها ما تزعليش مني أنا زي ابني فأنا بعمل اللي أنا بعرف أعمله قالت لها ما هو الصليب اللي نجأ يعني هي ببساطة قالت باسم الصليب باسم الصليب بتلقائية لكن دي شهادة ما نكسفش نقول I don't believe in this I'm Christian I believe in God ما تتكسفش لأنه فينا ناس بقوا يتكسفوا أنا مش بقولك أوعظ بس بقولك ما تتكسفش تجيب سيرة ربنا حتى لو قلت الشخص God bless you ممكن له قدامك يتدايق مش مهم يتدايق انت بتدعيله وانت بتجتمه مع الزمن طلق اخبط لكن احنا بتوصل ان احنا خايفين نجيب سيرة ربنا لا مش للدرجات همكش هات سيرة ربنا وما يهمكش تالت تدريب اعمل خير في ناس مش محبوبة تلاقي دايما في ناس كده مش محبوبين المش محبوبين اسهل ناس يقربوا من ربنا زي السامريا والمخلع والناس الشخص الريجاكتد دول اسهل سمكة تدخل للشبك اعمل خير مع ناس مرفوضة هتلاقي فيه ناس الناس مش بتحبها وهو فعلا ما تحبش صفات وبيخ بس اعمل معاه خير مش بقول لك اوعى صبرت اعمل معاه حركة جدعانة دي لغتنا في مصر يعني اي موقف كده تأكد ان ده مفتاح رائع لانه هيرليد ده ليك انك مسيح بشكلة او باخر هيحس انه البقية ما بيعملوش كده لكن انت بتعمل كده تدريب اخر خليك امين بشكل واضح في كلامك وشغلك الامانة في الزمن ده كرازة الامانة كرازة نحكي لكو حكاية اصارت فيها زمان قوي قبل الكهنوت كاهن انا اي حروح وحكاها لنا لما كان شاب بيخدم في قرية كان يركب قطر تعبان كده ويسافر لقرية بعيدة يخدم شوية عيال وبعدين ركب القطر كان زمان ممكن واحد يركب القطر يدفع جوه القطر الرجل المحصل معداش فقعد الان عاوز يدفع والمحطة خلاصها جات الطر ينزل فضميره تعبه رجع اخر النهار خلص الخدمة دخل المحطة الدنيا ظلمة بقى مناطق ريفية وكده فراح للشباك القطر قال له ديني تذكرتين بس كان لسه كاهن هو كان كاهن ساعت فقال له انت معاك حد يا مولانا قال له لا انا الوحدي بس وانا جاي ملحقتش ادفع فالراجل بص له كده قال له مش غريبة عليكم احنا لو ما اطرحك نزوغ المرتين يعني ايه مجرد انه هو ضميريا حس انه لازم يدفع التذكرة اللي زوغ منها وصلت رسالة فخليك امين لان الامانة الزيادة في الكلام وفي الشغل كرازة تملح بها الارض في الشغل لما يقوله فلان لانه مسيحي ما بيجذبش ما بيغلط انت عملت حاجة كبيرة او اكسرسايز كمان اللي انتو قلتوه بقى اللي انا نفسي اطلع به صلي مع امراتك ومع اولادك اتليست مرة في الاسبوع انا بيحاول حط حاجات سهلة مش صعبة لو ما قدرتش كل يوم تصلي مع امراتك وعيالك مر على الال لكل سبوع تقفوا في البيت وتكلموا ربنا وحبزة تقرى الانجيل معاهم ولو عشر دقاي تدريب اخر لما تأثر فيك عزة ابعتها لعشر افراد لان دي ممكن تكون وسيلة تنقذ ناس ودي موجودة في رسائل بوليس قال لهم في مرة من الرسائل الرسالة دي تقروها في الودكية واللي بعتها لهم يتقري عليكم حكاية شاير تشاير يعني فبوليس كان بيعمل حركة يعني شاير لانه دي خدمة بسيطة لكن هي خدمة فعالة وممكن تفرق مع الناس كتير تدريب كمان عشان تبقى ملح للارض حاسب من الفساد انا هقول التدريب هقولك الفكرة اللي اقوله صلح في نفسك عيب واحد كل ستة شهور حتى لو عيب بسيط زي مثلا كلمة ملهاش لازمة تبطلها زي مثلا انك انت بتحب تتريق على الناس بطلها عيب واحد تركز عليه كل ستة شهور هتملح الارض بعد شوي هيبقى تأثيرك عالي جدا لأنه كل لما تصلح في نفسك كل لما من غير مجهود تلاقي الناس بتتأثر بيك تدريب آخر قول كلمة حلوة لكل شخص حواليك بس ما تعكسش يعني حد يعني قول كلمة بس كده هي ده التدريب بس ممكن تدور على كذا كلمة يعني ايه لأنك لو كررت مرة قلت التدريب ده في اجتماع رجالة وستات فجات الستة قالتلي ابونا انت زهقتني قلتلها ليه قالتلي الراجل كل يوم بيقول لي عشر مرات انت كويس انت كويس بعد التدريب ده يابونا اشرح لهم التدريب كويس لحسن فطبعا ده حافظ مش فاهم يعني فايه لما تقول كلمة مشجعة غير يعني اختار كذا نوع من الكلام عشان يبقى كلام مؤثر في الآخر تدريب اخير كلما يجيلك معلومة عن شخص تعبان او مريض او بعد عن ربنا صلي في سرك ولوليك علاقة بي ابعث رسالة كلما يجيلك معلومة عن شخص مريض بعيد حصل له حدثة مجرب صلي في سرك تاخدش دقيقة وابعث رسالة لو ليك علاقة بي اخر تدريب اقوله وانت جاي لقداس اعتبر نفسك رايح السم جيت قابل المسيح وطلع ع السم زي ما قالها امبا انطنيوس لولاده قديس الامبا انطنيوس قال لهم اعتبروه اخر اداس كل اداس اعتبروه اخر اداس عشان تبقوا مركزين وتبقوا فرحانين ان انتوا رايحين السم مشكركوا على احتمالكم وطول بالكم كل سنة وانتوا طيبين صلونا كتير ونشوفوا وشكوا على خير لاله لا كل ما دي بكراره اشتركوا في القناة